موسيقى انا من زمان بحب الرياضة كنت فجلنا واندي ايروبي كدوم بهذه الشغلات كانت رياضة عشوائية مالي من الضمتها عندي طاقة وحبي هذا الشي بس ما عم بعرف وين بدي يوصفه حتى ابدع فيه شفتي ظروف البلد ومعت في مجال ان الواحد يعمل شي انتهيت وبدل هالشي انه زواتي اني انا بدي ابدع فيه ثلاث سنين تقريبا حبيت اني ارجاع للرياضة وبلشت كورسات كنت اتابع انا كتير بلوجر اجانب شوف كيف بيلعبوا رياضة فلفت ونظري انه هنين كتير بيلعبوا حديد فبلشت من سنين عن جد التزم بالحديد وعن جد اني انا صرت اتفنن بالتمارين يعني كل تمارين شوف اي عضلة بيحرك شو ترتيبه بالجسم شو بيعمل بقى بلشت طور حالي بالتمارين يومي يعني انا ما اقطع يعني هاد الشي اللي طورني يعني انا كل يوم انزل على النادي يعني مستحيل انه يمرأ يوم انه يروح تماريني يعني شو بكون ميتة مريضة بدي انزل هلا بعد اخذت مهنة لاني انا وادكنت روح اتدرب بالنوادي يجوا هنين البنات الحانون اللي عندي يشوفوني عم بلعب وهيك يقولوني انه شلون بدي انصير مثلك شلون انت هيك بتلعبي شلون وصلت له المرحلة ساعدون شو بدون حتى بالتغذية يعني صار عندي معلومات وخبرة الحديدس بيقوي اعصاب الايدين بيقوي الجسم قوة بدنية بيعطيك صغة بالنفس كتير كتير الو يعني اللي بيلعبه او عن جد مستحيل يتركه ما بلشت بالنادي التمارين واتبلشت اني بدي احمل الحديد وهيك كنت اقول انه معقول انا اصل وتحط الوزن يعني اللي اكتر منه ما اقدر يقول يا الله انه مستحيل اني انا نصير عنده يعني شلون بدي هيك بعد فترة لاقي حالي لأ انه صار خفيف ارجع للوزن اللي بعده انا كنت اشتغال كمان ع السوشال ميديا بالدعاية والتسويق كنت اشتغال انسيت مدرسة كمان كتير كانت تقيلة علي كوني انا حدا يعني عيلي ماما بابا يعني ما لنا خلطة كتير بالعالم فوتفتت على السكة الرياضي كتير انصدمة بشغلات يعني وحتى انا يعني الحمدلله كإنسانة ناشحة لاقي العكس يعني انا تجي ناس تهاجمني على ارض الواقع انه انتي لعم انتي قروب انتي لهيك تاويتي يعني يارجوني انه هنه الصح وهنه الغلط مع انه تكتشفي بعدين انه هنه الغلط وانتي الصح يعني اشتركوا في القناة